حياكم والله مشاهدين اخرين نشوف حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم ورح نبديها من العاصمة بغداد تسجل درجات الحرارة نهارا فيها العاصمة 43 وليلا 30 والجو رح يكون فيها صافي على مدار اليوم من بغداد رح ننتقل الى ميسان ونشوف درجات الحرارة نهارا في ميسان رح تكون 45 وليلا 30 والجو فيها صافي ليلا ونهارا اما في البصرة فدرجات الحرارة نهارا 45 وليلا درجة الحرارة رح تكون 31 وأيضا الجو رح يكون فيها صافي على مدار اليوم ننتقل بعدها إلى المسنة ودرجات الحرارة نهارا في المسنة 44 وليلا 31 والجو فيها صافي أيضا ليلا ونهارا أما في ذيقار فدرجات الحرارة نهارا 45 وليلا 32 والجو كذلك فيها صافي على مدار اليوم رح ننتقل إلى باقي المحافظات والانتقال إلى بابل درجات الحرارة نهارا في بابل 44 وليلا 30 والجو فيها صافي ليلا ونهارا من بابل رح نروح إلى واسط ودرجات الحرارة نهارا في واسط 45 وليلا 29 والجو كذلك رح يكون فيها صافي على مدار اليوم أما في الديوانية في درجات الحرارة نهارا 44 وليلا 31 وأيضا الجو رح يكون فيها صافي على مدار اليوم رح ننتقل بعدها إلى كربلاء المقدسة درجات الحرارة نهارا 43 وليلا 30 والجو فيها صافي أيضا ليلا ونهارا أما في النجف الأشرف درجات الحرارة نهاراً 44 وليلاً 31 والجو أيضاً صافي على مدار اليوم رح ننتقل بعدها إلى الأنبار ودرجات الحرارة نهاراً في الأنبار 40 وليلاً 27 والجو فيها صافي على مدار اليوم الأنبار رح نروح إلى صلاح الدين ونشوف درجات الحرارة نهاراً في صلاح الدين رح تكون 36 وليلاً 21 والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً أما في ديالة في درجات الحرارة نهاراً 43 وليلاً 26 وأيضا الجو رح يكون فيها صافي على مدار اليوم رح ننتقل مشاهدين إلى أربيل ونشوف درجات الحرارة نهارا في أربيل رح تكون أربعين وليلا ثمانية وعشرين والجو فيها كذلك صافي على مدار اليوم أما في السليمانية فدرجات الحرارة نهارا سبعة وثلاثين وليلا واحدة وعشرين وأيضا الجو فيها صافي على مدار اليوم من السليمانية رح نروح إلى دوهوك ونشوف درجات الحرارة نهارا في دوهوك ثمانية وثلاثين وليلا 26 والجو فيها صافي كذلك ليلا ونهارا أما في نينوا فدرجات الحرارة نهارا 41 وليلا 26 والجو أيضا رح يكون فيها صافي على مدار اليوم أما في كاركوب درجات الحرارة نهارا رح تكون 41 وليلا 28 وأيضا الجو فيها صافي على مدار اليوم مشاهدين هذه كانت حالة التقص شكرا للمتابعة